اللي هي نظرية ولاية الفقية كيف كانت علاقة حزب الدعوة مع الولايات المتحدة الأمريكية عقب الاحتلال لا لو نقول قبل الاحتلال بقليل قبل الاحتلال حزب الدعوة في كل مؤتمر كان يعقد بعد الخروج من العراق في كل مؤتمر كان يصر انشقاق في كل مؤتمر عندهم مؤتمر اسمه مؤتمر الإمام الحسين حصل هذا المؤتمر في إيران صار انشقاق بالحزب بعد ذلك صار مؤتمر آخر حصل انشقاق فحزب الدعوة يعاني من الانشقاقات السرطانية غير المبررة انشقوا اثنين من قاتل حزب هم ابراهيم الجعفري وموفق الربيعي غادروا إيران ذهبوا إلى بريطانيا استقروا في بريطانيا وحصلوا على الجناس البريطانية وأسسوا يعني انشقاق لحزب الدعوة هناك الولايات المتحدة في هذا الوقت قررت غزو العراق فبدأت بالاتصال مع القيادات الشيعية سواء مجلس أعلى وحزب دعوة من ضمن المتصل اللي اتصلوا بهم هم ابراهيم الجعفري أحد قادة الحزب التاريخيين وموفق الربيعي بدأت العلاقات مع حزب الدعوة وكان هناك اعداد لمؤتمر لغزو العراق وافق هؤلاء الذين يتكلمون باسم الاسلام باسم التشيع وافقوا بالتعاون مع الولايات المتحدة على غزو العراق ويكونون هم جزء من المخطط في وقتها حزب الدعوة أنذر موفق الربيعي اللي أصبح فيما بعد مستشار الأمن القومي أنذره بعدم التعامل مع الأميركا لكن موفق الربيعي استقبل وفدا أميركي في بيته في لندن وعمل له وليمة وكان الأكل عراقي وصلت هذه الأخبار إلى قيادة الحزب تم فصل موفق الربيعي وخرج من الحزب أيضا إبراهيم الجعفري على اعتباره ما خرجوا عن تعليمات الحزب لكن الحزب رجع وشارك في مؤتمر لندن وكان جزء من خطة غزو العراق ما بعد الغزو ما بعد الغزو احنا خلص اتفقنا في مؤتمر لندن وكل الأصناف اللي كانت يسموها معارضة سواء عرب أو أكراد أو سنة أو شيعة كلهم كانوا هؤلاء مجموعة العملاء قد تعاونوا مع المحتل لتمكينه من الاستقرار في البلد وعدم ضربة أو إخراجه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر